الان يتحدثون على ان بنعلي بنعلي هذا ستة وثمانين عام يتحدثون انهم ربما يعطوه رتبة لم يسبقه اليها احد فريق اول فريق اول اكثر حتى من المقبور الذي قبر ومعركة في هرم السلطة العسكرية واسقاط لرؤوس وايتيان برؤوس اخرى ودولة التوفيق بدأت تتمدد لذلك عندما بدأت الهجمة وتزعمها بعض العنصريين الاستئصاليين وقد يكونون من اي صنف من الجزائريين بالمناسبة عندما تأكد لنا ان دولة التوفيق دولة المخابرات دولة الحنوشة القديمة تزحف والتي لم تختفي في الحقيقة تزحف اكثر فاكثر على الحكم ويتأكد ذلك بالإطاحة بالبهيوف انتع القيد صالح واللي جابهم القيد صالح الآن يقضون على كل الذين يجدون فيهم ريحة القيد صالح وبوعز وسيني حتى في رئاس الجمهورية ستسمعون في اليومين القادمين بالإطاحة بمجموعة كانوا على علاقة ببوعز وسيني وهناك ايضا احدى القنوات ربما سيطحون بصاحبها لضلي سبف الناس لأنه صنعت بوعز وسيني ومجموعة من العقداء والجنيرالات تمت الإطاحة بهم هذه الأيام تابعين لبوعز وسيني هل نقرأ لكم جزء جزء من أحد الضباط في الأفاضل ويبدو أنه خبير في الحرس الجمهوري أقرأ لكم جزء أول حاجة بدأها لي بدأ لي الرسالة فقال أستاذ بمناسبة حديثكم عن اللواء شينغريح كنت أنا قرأت رسالة لأحد كبار الضباط عن من هو شينغريح باختصار قال لي هذا الضابط الكبير على ما يبدو في الحرس الجمهوري أستاذ بمناسبة حديثكم عن اللواء شينغريح وكثرة نومه أود أن أعلمكم أن الفريق بن علي بن علي وزيادة على مستواه العلمي المتواضع جدا يقولون أنه في حدود الرابع ابتدائي مرة أخرى يعني يصبنا غير بالرابع ابتدائي هذه البلاد سبحان الله فهو لا يختلف عنه كثيرا يعني عن شينغريح فهو كثير النوم خاصة فترة القيلولة التي ينام فيها إلى غاية بعد العصر ينام في المكتب زد على ذلك عدم قدرته على المشي كثيرا والصعوبات التي يجدها في صعود الدرج أو الدروج وذلك بسبب السن وكذلك الإصابة التي تلقاها منذ سنوات والتي يتقاضى بموجبها منحة تفوق عشرة ملايين يضاف إلى أنه يعاني من البروستات والتعب المزمن 86 عام في حديث على إعطائه رتبة فريق أول وربما يروح للتقاعد ربما ربما 86 عام ومازال طمع ليس هذا فقط مدام فتحت موضوع الحرس الجمهوري خليني نضيف لكم بعض الأشياء بعد الترقيات وحدثت ترقيات داخل الحرس الجمهوري وإيطاحات وبعد الترقيات يصبح الأمر كتالي الفريق بن علي قائد الحرس الجمهوري اللواء عياد الطاهر الرئيس أركان الحرس الجمهوري اللواء بن شادي توفيق مفتش حرس الجمهوري خلينا نقرأ الترقيات أحسن من لا يعني في ترقيات تبان منزال العقيد عبدالغاني المدعو أمير وحيل على التقاعد بعدما أمضى 45 سنة بالضبط في الجيش هذا العقيد متأخر في الرتبة مقارنة بأقرانه الذين يحمل الكثير منهم اليوم رتبة ليواء ولقد جاءوا بالعقيد القديم هذا العقيد اسمه وحيد وكان طردوا القيد الصالح على ما يبدو وجاءوا بالعقيد الجديد القديم اسمه وحيد وكان قد أحيل من قبل على التقاعد وبالضبط منذ ثلاث سنوات لرأي أحدث الآن من كثرة الخلخلة التي صرت لهم وبضباط في السجن وضباط هاريبون وضباط أرسلوا للتقاعد الآن يقومون بالإطاحة باللي جابهم القيد الصالح في الغالب ويأتون باللي كان أطح بهم قبل سنة سنتين ثلاث سنوات إلى آخر بما فيهم هذا المسؤول الأمني أو الأمن العسكري داخل حرص الجمهوري كمثال هذا اللي يسمى العقيد عبدالغاني المدعو أمير هذا تم طرد وجاءوا بعقيد آخر يسمى وحيد لكن دعنا نرى الترقيات رسميا ترقية العميد بن شادي مفتش الحرص الجمهوري إلى رتبة لواء ترقية العقيد العريبي ياسين رئيس قسم الحماية والتدخل إلى رتبة عميد ترقية رئيس قسم الاستعمال والتحذير إلى رتبة عميد العقيد ينبعي العقيد ينبعي جمال أقف هنا لحظة فقط هذا له كارثة أخلاقية كبار وقعت قبل سنوات في الصين لن لساني لا يستطيع وأنا أعرف أن أسر كثيرة تتابعني وحتى لو لم تكن الأسر تتابعني لا يستطيع أن يتحدث ماذا فعل هذا ومع ذلك مش فقط رقية من عقيد إلى عميد ولكن أعطي له واحد من أهم المناصف الحرص الجمهوري وهو قسم الاستعمال والتحذير كوارث كوارث أخلاقية كوارث مالية كوارث كلما كنت فاسدا وشاذا وفاجرا كلما رقوك في الأعلى المناصب حتى يسهل التحكم فيك وحتى يكون لا أحد له فضل على أحد أو لا أحد يخاف من أحد فكلهم سواء كلهم سواء في الفساد والإفساد خاصة الأخلاقي والمالي يضاف إلى هؤلاء يضاف إليهم العميد حسنات بالقاسم الذي تم إرجعه أيضا من التقاعد ويعاد الاعتبار له بترقيته إلى رتبة لواء بهذه الترقيات يصبح عدد كبار ضباط الحرس الجمهوري كما يلي قائمة طويلة من الجنرالات داخل من؟ داخل الحرس الجمهوري هذا الحرس الجمهوري ماذا يفعل؟ ماذا يفعل هذا الحرس الجمهوري؟ الناس أكثر ما تشوفوا تشوفوا شاد ترمبيطة وشادين الموسيقى باش يديروا بعض الأنشيد الوطنية لما يجي بعض الزوار الكبار رؤساء دول إلى آخر رؤساء حكومت لكن هل تعرفون أن عددهم بالألاف؟ آلاف عناصر الحرس الجمهوري آلاف منهم مئات الضباط عشرات الضباط إلى ما قلتش مئات أيضا اللي يحملوا من عقيد فما فوق أموال هائلة تصرف على جهاز كان يكفي أن يكون فيه مئتين شخص ليس أكثر إذا بالغنا أربعمائة شخص على الأرجح أن عدد الحرس الجمهوري اليوم يتجاوز ستة تلاف شخص تخيلوا ستة تلاف شخص ما معناها تصرف هكذا على لا شيء هذا جزء من الحرس الجمهوري وهناك أيضا ما زالت القائمة النهائية بالرغم أنها صدرت مرة واثنين وثلاثة بالنسبة للترقيات والإحالة على التقع ما زرهم يعيدون فيها النظر لكن اللي مؤكد أن شنغريحة سيرقى إلى فريق وسيعطى رتبة كاملة لقيادة الأركان ما يبقاش قائد الأركان بالإينابة يصبح قائد الأركان كاملا هذا إذا ما لعبونوش برجليه في آخر لحظة هذا إذا ما حدثتش آخر لحظة وجاو أطاحوا به وارسلوا للتقاعد وجاو بواحد ثاني يا مثلا مش تفاهمين معركة كبيرة كبيرة جدا على لأنهم معارفين اللي يضع صحابه اللي يضع الفريق نتاعه اللي يضع المجموعة نتاعه سيتحكم إذا استمر هذا النظام سيتحكم في الدولة وبالتالي في خزائنها وفي أموالها وفي سياساتها وفي مصالحها وسيستمر في قهر هذا الشهر اشتركوا في القناة